العراق وأفغانستان وتحديداً العراق لأن هذا الأمر يهمني الآن أمريكا أمام خيارات صعبة جداً حجت عنها The Gazette اليوم فعلياً ونطت فد وصف قوي جداً عن الخيارات اللي أمام بايدن إيش قد هي صعبة؟ قالت الآتي بايدن يقف على حافة الهاوية تجاه العراق وأفغانستان تماماً مثل الموقف الذي واجهه القادة الأمريكيين في عام 1946 وإذا ردنا نعرف بال1946 شنو اللي كان فعلياً بالعام 1944 كانت أكون انتخابات بأمريكا فعلياً من هذا الشخص اللي هو فرانك روزفيلد وكان النائب ماته هاري ترومان في وقته فازوا بالانتخابات بال1944 وعلى فكرة هذا فرانك روزفيلد هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الوحيد اللي فاز في أربع دورات ورادون ناس ومر بالحرب العالمية الثانية كلها فعلياً لكن اللي صار توفى فرانك روزفيلد أثناء الحرب العالمية الثانية بال1945 مما اضطر النائب أن يلقي القسم اللي هو ترومان وصار رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية ومجرد ما صار رئيس لأمريكا كان هو بمعارك يعني فعلياً واضحة يعني مع ألمانيا واليابان فاللي صار أنه ألمانيا مباشرة استسلمت بأيام بسيطة بأسابيع بسيطة استسلمت ألمانيا وطبعاً سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية عليها لكن اللي صار مع اليابان أنه هم كانوا متوقعين أنه قضية العملية في اليابان أنه ممكن تطول إلى أسابيع أخرى ممكن يعني تطول أشهر غيرها لأنه اليابانيين كانوا ديقات لهم فلذلك ترومان قرر في وقتها أن يضرب القنبلة الذرية على هيروشيما وناكا زاكي وانتهت الحرف في ذلك الوقت وحتى نوضح أنه كان ممكن لليابانيين فعلاً أن يقاتلون بعد القنبلة الذرية كان عندهم لا زالوا ملايين الجنود لكن اللي صار دخل الاتحاد السوفيتي على الخط والاتحاد السوفيتي زحف فعلياً وبدأ يأخذ من الأراضي فلذلك هم وصلوا إلى نتيجة أنه لازم يضحون لازم يتفاوضون مع الأمريكان على شرط أن تبقى الإمبراطورية اليابانية وتنتهي الحرب لأن الأمريكان هم تعبوا من الحرب فوافقوا على هذا الموضوع وحلوا الجيش الياباني وسووا دستور خاص بهم المثير بهذا الموضوع أنه خيارات ترومان كانت كبيرة يعني اتخذ قرارات خطيرة بال1945 وبال1946 وسووا مشروع مارشل أيضاً لعادة بناء أوروبا فهذا الرجل كل سياسات أمريكا الخارجية تغيرت بزمنه وهذه هي المقارنة هنا اللي دا تحطها طبعاً بجازت بالنسبة لبايدن وترومان وأيضاً نقطة مهمة أنه اليابان وألمانيا وهذه مثيرة جداً على الرغم من غزو الولايات المتحدة الأمريكية لهاي الدولتين إلا أنه هاي الدولتين نجحت على عكسنا إحنا كدولة غزتها الولايات المتحدة الأمريكية في شنة ترجمة نانسي قنقر